أول شيء، كيف كان الأصداء في الفيلم التليفزيوني لعنوان لعبة الخيانة؟ لعبة الخيانة، الحمد لله كانت أصداء جميلة، نسبة المشاهدة كانت عالية، الحمد لله الفيدباك على الزوبير هيلال، شكل جديد، كانت زوين، الحمد لله مشاركة النجوم التي نحترمهم، وكبرنا معهم بحلسي ميلود الحباشير، أستاذ الخياري، فضافت بزاف العمل وما كنت من أكثر من هذا الصدر الذي جاء للفيلم، الحمد لله دائماً في المجال السماعي البصاري، كنت تكلم عن شوية الاختلاف بين فيلم تليفزيوني وفيلم سينمائي فيلم سينمائي يكون الوقت أكثر متوفر، يمكن أن يكون الإنتاج ما قبل الإنتاج وما بعد الإنتاج كانت واحدة المرحلة، وش ممكن نشوفه في التلفازة أكثر، وهذه القضية وليت كنت لاحظة أنا شخصياً أفلام تليفزيونية شبيهة بأفلام سينمائية وراها بزاف ديل الأفلام تلفازية تستحق أنها تدوز في القاعات، لا في القناة الأولى ولا في القناة الثانية يمكن الاختلاف بالنسبة لي أنا هو أن الفيلم التليفزيوني الذي نعمل عليه، نكون أقل ذاتي في الاشتغال في التعامل معه، أما يعني حتى التكنيك، تولو الماتيريال بخيس كل مام، زمن ديلة صورتي يكون أقل، الميزانية كتكون أقل، ما زمن فرجوياً ما كيش شي اختلاف كبير ماذا تشجع الشباب والجيل الجديد الذي يتفرج فينا أنهم يولجوا ويدخلوا للمجال السمع البصري؟ معلوم، غير تكون لاباسو، طبعاً ما يمكن أن نشجع الشباب أنهم، لأنني أجمل مهنة في العالم، أصعب وخيلة مهنة؟ أنا أشجع الشباب بالطبع لأنهم يكونوا أولاً في المجال، يقرأوا، وثانياً أنهم يمارسوا بحب، ويحافظوا على الأفلام هل يمكن أن يكونوا أيضاً أوتوديدكت إسلاميين، أو يتعلمون بجريبة، يتعلمون بأنتغنية؟ نعم، نعم، لكنني أعتقد أن هناك أكثر من مكان للأتوديدكت، أصدر إلى التكنيك؟ تكوين كتربح فيه كثيراً في الوقت، لكن لديك الوطالة وعادسة تكوين كتربح كثيراً في الوقت أنت رأى في التدريس الإخراج لبعض التلميذ والشباب، هل يمكن أن تكون سبجيكتف قليلاً وتزيدهم من غير ذلك الشيء الذي يتقرر في المقرارات؟ تقول لهم شيء ما يعيشتهم في جريبة شخصية ديالك؟ أنا دائماً أتصلوا بي المسيرين والساهرين على المعاهد، أقول لهم، إذا سأجيبوني لا أستاذ، أنا لا أستاذ، أنا أستاذ، أنا باقي تلميذ، سأجيبوني كمؤطر ومرافق لهذا الشباب، لذلك أنا أقتصم معهم كل الأخطاء التي أنا واعي بها وترتفل الكاريخ لكي لا يتميزهم فيها، ويجبوني جيداً التي استطعت أنني أتميز فيهم، حتى لا أعطيهم، لذلك تكويني تكون على شكل مرافقة وتأطير، طبعاً من خلال جريبة، لذلك تكون أجمعاً، ليس أجمعاً أجمعاً في تكون الأشياء. وهذا هو المسير المنظر، في السؤال، تفعل بسؤال، بسؤال، ومنذ الأجوائب، نستمدلنا الأجوائب، ونعلموا التكنيكات التي تطلبناهم، من الأجوائب ومن الأجوائب، من الأجوائب، من الأجوائب، لذلك تكون أجمعاً أجمعاً، ونحن أجمعاً أجمعاً، لذلك نعمل على هذا الأقل. في صباحي، تبارك الله، كنت تعرف أننا في المغرب، لدينا ممثلين رائعين على المستوى العالمي، ومشيغل العربي أو الخري، لدينا كذلك إمكانيات، وعننا الكاميرات التي نفهم فيها، واللوجيزيات التي نفهم فيها، ما زال نقص المنظومة السينمائية المغربية، لكي تصل أكثر للعالمية، أو لكي تصلت نفس العالمية؟ هي إرادة أنها أردتها صناعة، والانطلاقات تكون بعدها، سيرجع على مجموعة القاعات ليداباكاتريب، هذه الأولى الإشكالية الكوبرى، هي أعداد القاعدة السينمائية القليل بزاف، ويمكن حتى الخواصة يبدوا يزعمهم، لمن أبنك تدعم بقروض، لمن مستثميرين يستثمرون في حوالي شخرة، يضيفون لهذه الاستثمارات لهم شوية ديال الفن، ونقدرون لأنها مسألة، هي طبعاً سيرجع، ولكن هذه الأولى التي تستطيع فلوس، لذلك الدولة بحدها، يمكنها تعز على عاطق هذا المجال، وتوصله للعالمية، لأنها لدينا الكثير من الحوالي، لأنها تدعمهم أيضاً، إلى جانب المجال الفني، والسينمائي خاصة، التي تكلمون عنها، كان نظن أنه ثلاثة نقاط، الاستثمارات الحرة، الإرادة السياسية، ورابدات، السهيلات في الضرائب إلى آخر، وقاعات، الاستثمار في القاعات السينمائية. ربما كان واحد دور ممكن للعبوتها، الجمهور، لأنه بعد المشاهدين، أو بعض الواحد في أهم الجمهور، كنت تجد استعمال فيلم مغربي، وبعد المرات، يكونوا جزء أفلام مغربية في القاعات، والناس لا يتجربون ما يرونه، والله سيدين، يتجربون، لذلك؟ يكونوا قاعات صغيرة دو كارتية اللي عيكونوا بأتمينة أقل وهنا غادي بنادم غادي عيولي عن انجومه عالله زمان علما أنه كانين بزاف دل المدن المغربية لما فيها احتقا على سينمائيا مدن كبار يحسن مدن كبار ما فيهم شقا على زمان هذا شي سي دماج ونتمنى ويتبدل في أقرب وقت ممكن